أزمة وراء أخرى هكذا يبدو الوضع في العاصمة المؤقتة عدن بعد أن دفع الانهيار في أسعار العملة الوطنية محل وشركات الصرافة إلى إغلاق أبوابها بعد وصول سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 750 ريالا مراقبون أرجعوا السبب الانهيار المتسارع الذي أصاب العملة الوطنية إلى نفاذ الوديعة السعودية التي قدمت للبنك المركزي قبل نحو عامين إلا أن البنك المركزي يرفض ذلك متهماً شركات ومحل الصرافة بالوقوف وراء ذلك من خلال إجرائها عمليات مضاربة واسعة مهدداً بإيقافها ومنذ بداية انطلاق عاصفة الحزم بقيادة السعودية والإمارات بدأت العملة الوطنية تعاني انهياراً كبيراً بسبب منع التحالف للحكومة من تصدير النفط والغاز إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين إلى أكثر من النصف نتيجة الإجراءات التي اتخذتها السعودية بحقهم وسط ترد الأوضاع الإنسانية في البلاد تخشى الحكومة من أن يؤدي هذا الانهيار إلى مضاعفة المأساة التي تعيشها البلاد نتيجة التضخم الذي يسبب ارتفاعاً بأسعار السلع الأساسية وهو ما يهدد بدخول مئات الآلاف دائرة الفقر وفيما تتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي المسيطر على عدن الاتهامات عن مسؤولية ما يجري فإن المشهد يؤكد أن العملة الوطنية ذاهبة إلى انهيار أكبر في ظل غياب أي حلول قادمة للسيطرة على ذلك وهو الأمر الذي قد يدفع بالبلاد بجانب أزمة كورونا إلى كارثة أكبر أو مجاعة حقيقية كما صرح بذلك مصدر رسمي